لكن حدث خلال الساعات الماضية موضوع يعني ربما يقل بالمائدة ويقل ويجعل من هؤلاء يعني تحسابهم جميعا وقلوبهم شتى الإخوان ليه القناة العرب ممولة من مين من قطر بيدولها عزم بشارة والإخوان الإرهابيين اللي موجودين في تركيا وتميم ويعزمي كلهم مع بعض فصيل واحد اللي بيجمعهم الهجوم على الدولة المصر الجديد المراضي أنه بلا الفضل فاكرين بلا الفضل بلا الفضل ده كان فاكرينه في مصر كان بقى طالع بقى كاتب سيناريو وكان كتب بقى كتب وعمل برنامج اسمه عصير الكتب ما عرفش كان عامله فين والله مش فاكر فأني محطة هو ده بلا الفضل فاكرينه بلا الفضل ده عشان بس سريعا عنه ده بلا الفضل أصلا أبوه والده يعني يمني وأمه مصرية فهو بلا الفضل أبوه كان رجل يعني رجل مربي فاضل رجل يعني بتاع ترباء وتعليم مربي معروف في اليمن هذا الرجل نجح في تربيت كل الناس إلا ابنه يعني نجح الأستاذ فضل أبو بلا الفضل في تربيت أجيال داخل اليمن لكنه فشل في تربيت ابنه بلال بلال جاء هنا إلى مصر وإحنا كنا بنتعلم معاه على إنه واحد مننا لكنه كان جيناته الإخوانية والشازة كانت هي المسيطرة عليه رحل مع الإخوان الذين رحلوا ويبدأ في الهجوم على مصر من الخارج ثم انتقل إلى محطة العربي اللي بيدرها عزم بشارة اللي عنده جنسية إسرائيلية كان عضو الكنيسة الإسرائيل عامل برنامج اسمه برضو عصير الكتب استضاف مين؟ استضاف واحد عدو واضح للسنة اسمه أحمد صبحي منصور معروف أحمد صبحي منصور واحد من ضمن الناس اللي تجراؤوا على السنة وبينكر السنة بالكلية وده مش موضوعي بس بلال استضاف أحمد صبحي منصور في برنامج عصير الكتب على قناة العربي وقال إيه؟ قال الكلام خطر جدا قال وهاجم وتطاول على الخلفاء الرشيدين قال عليهم إيه؟ تعالوا نسمعهم قد دا يطرح سؤالة دكتور بيتبادر إلى الذهن طبعا للناس اللي عايزة تفكر وتشغيل بالها أنه كل الناس مجمعة لأنه كان فيه نهي عن تدوين الأحاديث وأنه فيه نهي عن جمع الحديث طيب قبل ما يظهر فكرة أول كتاب يجمع الأحاديث أو كذا المسلمين كانوا عايشين إزاي من غير السنة هي السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسادته يعني شوفها لبالك الجماعة اللي هم ماردوا على النفاق ربون أهلهم نعركوا نعربون فكونوا من أهل المدينة ماردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ردون إلى عذبا عظيم دول اللي هم تولوا الخلفاء اللي هم ناس كانوا أصلا جاوسيس طبعا ليه كتاب اللي هو نسوط عنه مترك الخلفاء الرشدي دول الناس جاوسيس بعثتهم قريش مع النبي وكتموا يعني ما في قلوبهم وكانوا حلقة حول النبي وأصاروا للنبي وبعد لما الموضوع خلص هم اللي بقوا الخلفاء واستخدموا الدين الجديد في أن هم يغزوا الأم المجاورة تاني واقف عامل زي البعير قدامه زي النعجة قدامه عامل يقول له يعني هو أقول لكم هو بس صف منصور عليه هترجم الكلام اللي قاله قال إن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي دول جواسيس أرسلتهم قريش للتجسس على الدين الجديد وكانوا بيحملوا في قلوبهم النفاق وده اللي نزل فيهم القرآن دول اللي ربنا هيعذبهم مرتين اللي هو سماهم أحمد صبح منصور مرضوا على النفاق دول اللي ربنا هيعذبهم مرتين وبتكلم هذا كلام في حضرة هذا البعير اللي هو بلا الفضل وهو بلا الفضل عمال يومي بالموافقة وعمال حتى ما قالوش ولا سأله ولا اشتبك معاه هو طبعا مش عايز أقول حرية رأيي لكن أنا مش دي خصتي على فكرة مش موضوع الكلام اللي قاله أحمد صبح منصور مش جديد علي اللي بيقوله أو غيره هو أو غيره كل واحد حر يقول له وعايزه ده احنا مش مش شغلين يعني جلدين للناس ده كل واحد حر فيما يعتقد وفيما يؤمن وفيما يدين وفيما يفكر لكن قناة العربي اللي بيملكها عزم بشارة ايه اللي خل عزم بشارة يطلق هذا البرنامج ويستضيف من خلال بلا الفضل لأحمد صبح منصور ده ده توجه للقناة خلينا نشوف ايه اللي بيحصل تاني فيه برنامج تاني بيقدمه الدكتور الكويتي اسم الدكتور علي السند هذا البرنامج اسمه قراءة ثانية برضو في العربي قراءة ثانية بيتحدث بحديث ايضا مثل الحديثة الذي تفوه به منذ قليل امام حضراتكم احمد صبح منصور وبيمثل ايضا ضربا في السنة وفي الاصول والثوابت بهذا الشكل اذا لدي بوادر اعادة توظيف قناة العربي لضرب ثوابت الدين بهذا الشكل احنا عندنا في مصر الامور واضحة نحن ضد كل تطرف سواء الحاد ضده سواء تشيع ضده سواء الوهبية احنا ضد كل هذا احنا الاسلام الوسطي اللي بيقوده الازهر الشريف احنا بنعند نتكلم على الازهر وتطور الازهر وبنهاجمه بالروح لكن هو المؤسسة الوحيدة اللي ضامنة لاسلام وسطي حقيقي اللي بيعمله عزم بشارة انا متشكك فيه اتشكك فيه نوايا عزم بشارة والعربي وجود بلا الفضل احمد صبح منصور علي السند قولة اخر حديث اخر عصير الكتب المنظومة دي كلها فيه حاجة بتتم لكن تعالوا نشوفوا بقى الجديد محمد الصغير محمد الصغير عارفينه والبعير الاخوان الشهير اللي موجود في تركيا اهو عن يقين والطلاع ما يبثه التلفزيون العربي من برامج دينية هو خطة مدروسة لهدم الثوابت وتثبيت الشبهات وليس كلام صبح منصور منكر منكر السنة ورافع شعار محاربة ثوابت الملة مجرد زلة وانما المساحة الممنوحة للحلقات الدينية هي لابناء هذه المدرسة المعادية لفكرة الفكرة الاسلامية حصوننا تهدى من الداخل من اللي بيقول محمد الصغير عن صبح منصور في ضيافة بلا الفضل موجودين في برنامج عصدر الكتب على قناة العربي الاهتاني محمد الصغير بقول الدكتور محمد المختار الشنقيتي وصف برنامج قراءة ثانية بتاع الدكتور على السند الكويتي الذي يزاع على شاشة التلفزيون العربي برضو بأنه محاولة لصبغ الإسلام بالصبغة المسيحية كما أكد الأستاذ محمد الهامي أن البرنامج يقدم العلمانية بادينا عن الإسلام حصوننا تهدى من الداخل فانتبهوا يقول الألباب دمين محمد الصغير إذن فيه معركة قادمة بين الإخوان وبين قناة العربي هل يجرؤ يوسف حسين نعناع أنه هو يتناول هذا الأمر في برنامجه بسأل بس ده مجرد سؤال فيه تاني أبني عندك برامج التلفزيون العربي الأخيرة تصبغ الإسلام بالمسيحية وتلبسه التوبة العلمانية وفق خطة أعدت بعناي لهد محمد مختار الشنقيت رحم الله علماني الزمن الغابر كانوا قوما نزهاء يطرحون أفكارهم ويدفعون عنها بشجاعة دون لف أو دوران أما علماني اليوم فهم أهل نفاق وازدواجية يهدمون فيه حريقة حريقة بين الإخوان بين الإخوان الهاربين في تركيا وبين الزراع الإعلامية للإخوان الموجودة في لندن مين ده موجود فين موجود للوقت الآن معركة حامية أنا بقول أنه الأمر قبق وسائلنا وقدنا من تهتك هذا السثر البادي بينهم بين هؤلاء تعالوا شاهد نيوسف القرداوي عبد الرحمن نيوسف القرداوي هذا المنافق معلوم النفاق بيقول إيه بيقول بعد إقصاء مؤسس التلفزيون العرب من هما ما قالش يعني فيه مجموعة تم إقصائها من مؤسس التلفزيون العرب وبعد تفرد الدكتور عزم بشارة بإدارة تلفزيون عن طريق شخص توجهاته معروفة خصوصا في موضوع الإسلام السني من الطبيعي أن تظهر حقيقة النوايا رويدن رويدمين ده عبد الرحمن ابن يوسف القرداوي بيهاجم عزم بشارة أنا بقول له يا عبد الرحمن ألا تعقل يا ولد اذهب إلى أبيك موجود لدى أمير قطر يدلله أمير قطر وقل له وأخبره بأن عزم بشارة دلدول أمير قطر الذي يدعم ويمول من أمير قطر برعاية أبيك هو الذي يهدم السنة لماذا تكتب في الهواء الطلق هكذا يا فتى بأن عزم بشارة يهدم السنة من أين يأتي عزم بشارة بأمواله يا عبد الرحمن اسأل أبيك يوسف القرداوي إمام الفتنة الذي يجلس هناك بين الأمراء في قطر اذهب إليه واسأله لماذا يمو الأمير قطر عزم بشارة ليطلق قناة العربي التي تهاجم السنة كما تدعي إذن معركة حامية الوطيس بين الإخوان ومنظريهم ومنتسبيهم وأحبابهم وعشيرتهم وقبيلتهم وبين إذراء الإعلامية اللي بيقودها عزم بشارة والمدهش إنه كل هذه الأطراف مولا من شخص واحد هو تميم بن حمد هل الخلافة جزء أصيل من الشريعة الإسلامية أمر اكتهاء أم اكتهات سياسي عفا عليه الزمن قراءة ثانية ده الموضوع اللي عمل أزمة بين الإخوان وبين قناة العربي أنتظر قراءة أخرى من يوسف اسمه إيه الولد الولد الأرجوز اسمه إيه يوسف حسين اللي شغال هو ما عندهش غير بس يعني مش مشكلة خلينا نشوف إيه